شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن على مدى ثلاثة أيام وشهدت زيارة الرئيس السيسي لواشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصنع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكي شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن السيد الرئيس شدد خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتيسير اندماج الدول الأفريقية في الاقتصاد العالمي وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة السيد الرئيس تضمنت عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين واستقبله وزير الدفاع الأمريكي السيد لايد أوستن بمقر البنتابن في واشنطن كما التقى السيد أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية والتقى مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي وكذا أعضاء تجمع أصدقاء مصر في القونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وكذلك عدد من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية كما التقى السيد الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد الميفي والسانتر لينسي جرهام عضوى مجلس الشيوخ الأمريكي كما عقد السيد الرئيس لقاء مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكية لبحث سبول دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والسيد ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي وكذا السيد جيك سوليغان مستشار الأمن القومي الأمريكي وذلك لبحث سبول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين اشتركوا في القناة